شاهدين دينا دلوقتي نروح لموجز مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك بسانتا ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تي جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح سيسي وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطيني الرسمية وفا أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس السيسي منظره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة العالمين الجديدة تأتي تكسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ويبحث القضا ثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحجد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف تطوير أعمال منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات أدت إلى انقفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس السيسي بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى كما تطرق الاجتماع أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهدت طفرة كبيرة على عدد من المستويات منها عدد الجامعات التي تضعف خلال سنوات قليلة من 49 جامعة إلى عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي وجه رئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار الصندوق السيادي في تعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاثثمارية بالدولة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط وأصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي الذي يهدف إلى زيادة حجم الاثثمارات في مصر وتطوير نوعيتها وبالتركيز على القطاعات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني ومن بينها التحول الرقمي والصحة والتعليم والصناعة والزرعة والهيدروجين الأخضر وتحليات المياه بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالا مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وأوضح المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول نتائج أعمال اللجنة المشتركة 6 زائد 6 وسبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت وأن المنافي في مستهل اللقاء تكالا بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة أعنات المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر عزمها محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة تقويد أمن البلاد كما انتقدت المجموعة عقوبة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس ووصفها بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومهينة أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونج أون زار مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التيكتيكية وضفت الوكالة أن كام عبر عن رضاه إذاء التكتيز المصنع في الأونة الأخيرة على إنتاج الصواريخ التيكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية وصل أعضاء من الحرس الوطني والجيش الأمريكي عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتدررة بجزر هواي جراء حرائق الغيبات وقام الجيش الأمريكي بنقل مئة الأشخاص وتوفير مواد الإغاثة للمتدررين بمناطق الحريق يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات جراء الحريق إلى أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات أفادت مصادر بالإدعاء العام في ولاية جورجيا الأمريكية بأنهم يمتلكون وثائق تظهر تلاعب فريق الرئيس الصابغ دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 وأوضحت مصادر إعلامية أن الوثائق تتضمن رسائل إلكترونية ونصية تربط أعضاء فريق ترامب مباشرة بخرق نظام التصويت في يناير 2021 وأضافت أن لدى المحاققين أدل على أن الخرق لم يكن جهدا تطوعيا من مؤيد المرشح الجمهوري في ذلك الوقت بل تم بالتنصيق مع مقربين منهم ومن جانبه جدد ترامب تشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن مشيرا إلى أن الإدعاء العام الأمريكي غير مهتم بالعدالة ويتجاهل أدل للتزوير الانتخابات ختم ومجزء الثامنة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي الفقرات صباح الخير يا مصر